صباح خير الكبد الدهني عند تراكم الدهون على الكبد ماذا تفعل لعلاج هذا الموضوع؟ لو حضرتك أو حضرتك روحت للدكتور والدكتور قال لكم أن عندكم دهون على الكبد تعمل ايه؟ وما هو العلاج الطبيعي؟ بدون أدوية وعند استخدام الأدوية ما هي الأدوية؟ وما هي أم المشروبات وأهم المأكلات وأهم الأعشاب التي تساعد في تنظيف الكبد وتعطيك كبد بدون دهون موضوع مهم جداً طلبوه ناس كتير وموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض إيه قصة الدهون على الكبد؟ زي ما تعودتم معنا في القناة على البساطة هنشرح لكم بطريقة بسيطة جداً الدهون على الكبد يا جماعة أو مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون في خلايا الكبد في المراحل المبكرة لا يوجد أي أعراض للكبد الدهني لكن مع السنين ومع تقدم الحالة تحصل أعراض وممكن تحصل مضاعفات خطيرة زي ما نشوف دلوقتي ممكن تؤدي لا قدر الله إلى التهاب الكبد أو التلف الأنسجة مما قد يتطور إلى تلايف الكبد ما هي الأعراض التي أعرف بها أن لدي كبد الدهني؟ لا تظهر في المراحل المبكرة لكن هناك علامات ما هي العلامات؟ شرور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي كمان عدم الراحة في البطن أو ألم أو راحة بالذات في الجنب اليمين يعني الكبد في الجنب اليمين كمان فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود بكمية كبيرة يعني واحد بيأكل ووزنه بيقل وبيأكل كثير قوي أحيانا شرور بالغثيان يعني واحد يجيل وغمت نفس أو اليرقان ويحصل بقى بتدي يحصل إصفرار في الجلد أو في العنتين ممكن يوصل الأمر تورم في البطن أو في الرجلين كمان الحكة في الجلد من الأعراض الكثيرة المريض يجي ويقول لها دكتور بيحصل لي حكة كية بحرش كثير في جسمي ومعنديش حساسية ولا أي حاجة يبقى لو أنا جاتني بعض هذه الأعراض زي التعب زي الفقدان الشهية زي الألم في البطن أروح أكشف وتأكد إن لا قدر الله ما عنديش دهون على الكبد والدكتور ممكن يشخص أهم أسباب الكبد الدهوني السبب الأولان الحقيقة مش منتشر في علامنا العربي ولكن لازم نقوله هو الإفراط في تناول الكحول إفراط في تناول الكحول ده بيبهدل الكبد ويثبب الكبد الدهني السبب الثاني ده بقى منتشر جدا في علامنا العربي وهو السمنة ودي بتدينا حاجة اسمها الكبد الدهني الغير كحولي كمان ارتفاع الكوليسترول في الدم لو عندك ارتفاع في الكوليسترول وظهرنا عندك كوليسترول وكننا عملنا حلقة عن علاج الكوليسترول روح أحسن برضو للدكتور الباطني بيعمل لك موات فوق صوتية ويشوف الكبد بتاعك فيه دهون ولأ لن الغلاج هيختلف وارتفاع مستوى الكوليسترول سنعرف دلوقتي إيه علاقته بالكبد الدهون كمان من أهم الأسباب ودي برضو منتشر للأسف عندنا النظام الغذائي السيئ اللي احنا بتزود في السكر بتزود في الكربوهيدرات المكررة والدهون الغير صحية مما يؤدي لتراكم الدهون على الكبد وحنعرف دلوقتي إيه هي الدهون الغير صحية كمان فقدان الوزن السريع هتقول له الله أنت بتقول لي أن الواحد ممكن يزيد في الوزن يحصل له دهون على الكبد آه لكن لو واحد برضو خس كتير قوي ممكن ده برضو يسبب ترسه بدهون على الكبد كمان متلازمة التمثيل الغذائي إيه دي بقى؟ ضغط عالي سكر عالي كرش يعني زيادة الدهون في منطقة البطن ومستوى الكوليستروليات الغير طبيعية لو كل ده موجود ممكن جدا يحصل دهون على الكبد أهم سبب بعد كده هو العدوى زي فيروس C والتهاب الكبد ده برضو يسبب تراكم دهون على الكبد ما هي طرق الوقاية من الكبد الدهني؟ هديكم بعض النصايح أن نحن نقدر أن نقلل من فرصة حدوث الكبد الدهني عندنا نمر واحد نحاول نقلل الوزن على قد ما نقدر ثبت علميا أن الإنسان لو خس من ثلاثة لخمسة في المية من وزن الجسم تتحسن حالة الكبد نمر اثنين اتباع نظام غذائي صحي والكبد يا جماعة بيحب الفواكه والخضروات وتجنب استخدام الزيوت المغلية كتير قوي والسكر كتير قوي الصحة لم تبقى كويسة ده بيقلل نسبة الدهون على الكبد كمان ممارسة الرياضة نحاول نمشي شوية الناس اللي تعمل سباحة تعمل سباحة الناس اللي تركب عجل تركب عجل نزود من الرياضة كمان نحاول نعالج الحالات التانية المرتبطة بالموضوع زي ارتفاع الكوليسترول ناخد له علاج ارتفاع ضغط الدم ناخد له علاج مريض السكر لازم تعالج كويس قوي عشان ما يحصلش عنده تفاقم في مرض الكبد الدهني واهم حاجة طبعا استشارة الطبيب نجيب عن نقطة التغذية الكبد الدهني هو الألياف الألياف فواكه وخضروات وحبوب كاملة يموت في الخضروات والخضروات بتغزي الكبد بكل ما يحتاجه نمر اتنين الفيتامينات والمعادن نزود من الفيتامينات والمعادن زي الزنك مثلا والفيتامين سي وفيتامين اي ده بيقلل من مشاكل الكبد ويقلل السموم كنا عملنا حلقة مخصوص عن ازاي نشيل السموم على الكبد نمر اربعة ناكل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسادة كنا عملنا حلقات عن أنواع من المكسرات والفول السوداني والتوت اللي هي بتقلل من نسبة التأكسو وتجنب بقى الأطعمة الضارة وهنا وقفة أبعد عن الزيوت المشبعة وقلل من نسبة السكريات والملح الزائد في الطعام ده بيمنع التراقب الدهون على الكبد ونعطى اللي بعدها نزود من شرب الماء طب ايه مضاعفات الكبد الدهني لو انا اسمعتش النصائح دي احنا قلنا ان في الاول مافيش اعراض بنسميه كبد دهني بسيط لكن ممكن بعد كده بقى مع الأعراض يحصل التهاب شديد في الكبد ويعمل مشاكل كتيرة يؤدي الى تلف الأنسجة ويؤدي الى تليف في الكبد او تشمع في الكبد مما يفقد الكبد وظيفته والكبد ده مصنع الجسم الاكتشاف المبكر بنعمل الحاجات الطبية اللي احنا قلنا عليها نظام غرزائي ومارسة رياضة في قدان وزن يقلل من المشكلة وعلاج لو لو عنده ضغط او سكر يتعالج كويس قوي ببعض الأدوية ونستخدم بقى طرق الوقاية اللي احنا قلنا عليها طب ايه علاقة الكبد بالكوليسترول الكوليسترول الدار اللي هو LDL ده مرتبط جدا بموضوع الكبد لانه بيزود تراكم الدهون في الشرايين ويزود تراكم الدهون على الكبد وبالتالي لازم نقلل الكوليسترول سواء بأدوية او من غير أدوية علشان ده بيقلنا فرصة تراكم الدهون على الكبد الكوليسترول بيأثر مباشر على الكبد لانه الجسم بيراكم فيه الكوليسترول بيتراكم فيه الشرايين ومشرايين دي رايحة للكبد فيتراكم الدهون على الكبد طب علاج الكبد الدهني هل فيه أدوية؟ للأسف لسه لا يوجد أدوية لكن ممكن ناخد الأدوية المحسنة لحساسية الإنسولين بالنسبة لمرضى السكر مثل الميتوفرمين مثلا أو الأدوية المخفضة للدهون عملنا حلقة مخصوصة عن أدوية بتاعت الكوليسترول ممكن نزود مضادات أكسادة وناخد فيتامين إي وحاجات فيها مضادات أكسادة أدوية وممكن ناخد أدوية مضادة للالتهابات لأنها بتقلل من التهاب الكبد لكن أهم من الأدوية زي ما قلنا تغيير في نمط الحياة بفقدان الوزن ونظام غذائي صحي وموارسة الرياضة وأكل الفواكه والخضروات ممكن نزود كمان في المأكلات زيت الزتون أحسن من الزيوت اللي احنا بنغلي بيها التوم مفيد جدا للكبد وكمان في خبر حلو جدا لعشاق القهوة نثبت أن شرب القهوة يقلل من نسبة الدهون على الكبد بنسبة معينة بس ما تزودهاش يعني ودي كانت فكرة عن الكبد الدهني وطرق تنظيف الكبد بطرق طبيعية بمأكلات ومشروبات وطرق تانية كتير شرحناها في الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو الفيديو عجبكم ياريتش يروح نستني أسئلتكم ولايكاتكم وأصدف صارتكم كأنا معكم ماجد المنقبادي طب ببساطة اشتركوا في القناة